السلام عليكم معكم طلال النقار هذا الفيديو الختامي لمحاضرة الوذمات هاي الفيديو هو فيديو تلخيصي ربما بعد الدقائق قبل خصفهم محاضرة كاملة هي كانت حوالي ساعة اللي حاب بيسمع التفاصيل اللي بيرجع يسمع التفاصيل بعد ما يشوف الملخص فبداية خليني نشارك معكم سلايد واحد ربما يلخص كل المسألة بداية في عندي جهاز الدوران الدم عم يمشي فيه هذا الجهاز هو الحيث داخل الأوعية الرشح يتم فيه بشكل مستمر باتجاه واحد نحو النسيج الخلالي بدءا من النسيج الخلالي الدم أو عفوا السائل الراشح بيتجمع في الأوعية اللنفاوية بعدين بيتجمع بيروح للعقد اللنفاوية العقد اللنفاوية بنقسم نصين نص بيرجع للأنسجة الخلالية بالعقد اللنفاوية نفسها ثم إلى الدوران وجهزء الثاني بيروح إلى القناة الصدرية بيتجمع الأوعية اللنفاوية بشكل قناة الصدرية والقناة اللنفاوية اليمنى وبيروحوا للدوران مباشرة الاستثناءات في عندي أنا على مستوى الأمعاء بيكون في عندي absorption ما بيكون في عندي filtration أمعاء بيصير فيها امتصاص من داخل اللمعة المعاوية باتجاه النسيج الخلالي وثم باتجاه الدوران بالنسبة للكلية الكيلية في نوعين من الكابيلة اللي واحدة منهم بتساويه رشح مستمر هي الكوبابات الكلوية ووحدة ثانية بتساويه عود امتصاص مستمر أو reabsorption مستمر اللي هي الperitipular capillaries فبهذا الشكل هون أنا فيه هون صار في دارة دارة أوضقت لهون صار الرشح هون صار عود الامتصاص الأمعاء نفسها ممكن تعمل إعادة تذكروا أنه في عندي جزء من السائل اللي ينتصى بالأمعاء هو الشحوم يعاد امتصاصها عبر الأوعية اللنفاوية فبتروح للوقر اللنفاوية بالبطن وبعدها بتتجمع وبتروح لجهاز الدوران لو بدنا ناخد الأرقام بلغة الأرقام بحاول خليني أبدأ بلغة الأرقام بالنسبة للأنسجة خليني أقول الكلية اللي هي معروفة للجميع تذكروا أن الرشح الكبي معدل الرشح الكبي للسائل الراشح اللي عم يكون هون هو 120 مل بالدقيقة يعني 7 لتر بالساعة يعني 173 أو 180 تقريبا لتر بال24 ساعة هذا كمية السائل الراشح اللي عم يوصل منهم للبول حوالي لترين تقريبا يوميا كل السائل البقية 99 من السائل عم يعد امتصاصه هون فخليني ندقيق بالرشح اللي هو 120 مل بالدقيقة على مستوى الكبير بالكلوية على مستوى الأنسجة المحيطية معدل الرشح الكبي بالدقيقة هو 6 مل بالدقيقة فقط لاحظوا 6 versus 120 يعني تقريبا 360 حوالي 300-400 مل بالساعة وتوطل حوالي 8 لتر بال24 ساعة هدول 8 لتر بيمشوا بالأوعية اللنفاوية نصهم 4 لتر بيرجع عن طريق العقد اللنفاوية و4 لتر بيرجع عن طريق القناة اللنفية القناة الصدرية تذكروا أنه حجم الدم هو 5 لتر حجم البلازمة هو 3 لتر 2 لتر منهم هي رياض حمراء أظن هذا هو اللي حبيت أحكيه أتمنى أنه الموضوع ربما بتشوفوا ربما يعني التفاصيل فيه حلوة حقيقتا حاولت من خلال المحاضرة أعطي نظرية واحدة لأنه ليش تتشكل الوذمة بمرضى الفيلاريا اللي هي الداء الفيل مقابل مرضى القصور القلبي اللي هي الوذمة الشائعة لتعفوها كمان ليش تتشكل عند هدول المرضى مقابل هدولك المرضى تابعوا المحاضرات إن شاء الله بتعجبكم والسلام عليكم تابعوا المحاضرات